بسهل خير عابليني يا رب اكونوا بخير الفيديو عن توقعات برج الدلو لشهر مايو 2022 بس عايز اقول قبل ما ابدأ التوقعات اني دي توقعات نفسي الكلام عايز اقول كمان اني الغيب ما اعلموش غير ربنا بس بقولها من باب التفاعل والدردشة وبالمناسبة التوقعات الشهر ده لبرج الدلو يعني تقريبا فيها تفاعل كبير جدا هتعرفوا لما نبدأ انا مش هطاول قوي هلخص على قد ما اقدر وكمان انا هتكلم في الجانبين الجانب المهني والجانب العاطفي وكمان المتزوجين يلا بينا نبدأ الحقيقة ان شهر مايو هو شهر مطمئن جدا يعني فيه نسبة كبيرة من الاطمئنان خصوصا لموليد برج الدلو والوظيفة ودي حاجة تقريبا اول مرة اراها في الطاقات وده ليه بقى هقول انا ده ليه اول حاجة هيكون فيه في الشغل او في الوظيفة ليك وليكي هيكون فيه صعوبات وفيه مشاكل وضغوط كبيرة جدا والحلو ان اللي قريته ان موليد برج الدلو هيتعامله مع المشاكل دي باحترافية اخدين بالكم الكلام ده كبير قوي باحترافية وهيحلوا المشاكل دي بشكل فوق الممتاز وبشكل مناسب جدا لدرجة انها هتنتهي المشاكل بشكل حلو يعني عايز اقول ايه المعنى يعني بلغتنا يعني هتنتهي بشكل شيك بشيكة يعني ودي حاجة حلوة ودي بسبب الخبرات اللي معاهم في الشغل يعني خبرتهم في الشغل وكمان الاحترافية والمهارة في الاسلوب اللي هيعرفه يتغلبوا بيها على الصعوبات دي ويحلوا المشاكل دي بصراحة دي من الحاجات اللي قريتها وعجبتني اوي واتمنى ان دا يكون صح واتمنى اصلا ان ما احصلش مشاكل ولا ولا ضغوطات ولا حاجة بس لو حصلت مشاكل وتحلت بالشكل الاحترافي دا زي ما قريت وعرفتوا تتعاملوا معاها بالطريقة المتقنة دي فده بصراحة يبقى حاجة هيلة جدا وتبقى الخبرة فعلا بتلعب دور مهمة اوي معاكم مش بس كده كمان هيكون لهم فرص كتير جوا الشغل فرص مناسبة وفرص جديدة حلوة اوي هو مش متحدد فرص ان هيكون فيه وظايف جديدة ولا بس هو متحدد انها فرص اه فيه فرص داخل الشغل ده اللي قريبه يعني فرص كويسة داخل الشغل ويا رب يوفق الجميع ويديكم الحكمة وده كان الجانب المهني خش بقى عالجانب العاطفي عشان هو متغير شوية عن الجانب المهني من ناحية على موليد برج الدلوية يلا وبينا هنبدأ الجانب العاطفي الجانب العاطفي بقى بالنسبة للعزاب الحقيقة ان اول اسبوع شهر مايو مش هيكون فيه ارتباط يعني هو شهر مايو لو انت او انت من موليد برج الدلو ومستعجلين على زواج ما نصحكوش ان انتو هتلاقوا قوي يعني طبعا دي توقعات يعني انا قريطة هتلاقوا ارتباط بسهولة في شهر مايو هيكون الارتباط خصوصا اول اسبوع هيكون صعب وكمان الاجتماعيات يعني اللي هيجي من خلال الارتباط هتكون شب معدومة مش هيكون فيه اجتماعيات بشكل جبير او بشكل قوي هتكون اجتماعيات ضعيفة جدا ومش هيكون فيه ارتباط من خلالها ولكن من بعد الاسبوع الاول ما يعدي هيبتدي يكون فيه ارتباط بس برضو بنسبة ضعيفة الحقيقة ان الارتباط خلال شهر مايو ولموليد برج الدلو هيكون ضعيف جدا طول شهر مايو حتى يعني مكتوب انه هيزيد نسبيا يعني بعد اول اسبوع هيزيد نسبيا يعني بنسبة ضعيفة لكن فيه كتيره يفضل سينجلز دي مش حاجة وحشة لو حصلت يعني معاكو طبعا الكلام ده توقعات يعني زي ما انا قلت مش شرط انه يحصل لس انا افترض انه حصل فيه مثل بيقولك ايه كل تاخيرة فيه اخيرة يعني ما تزعلش ما تستعجلش خصوصا في الارتباط لان الاستعجال في الارتباط يعني ممكن يلبسنا في حيطة يعني فالصبر كويس والحاجة لما بتيجي في وقتها وبعد صبر تالي بيبقى لها طعم تبقى حلوة وممكن كمان تبقى حاجة يعني ايه تبقى هي دي بقى الاستقرار هي دي اللي تكمل للاخر احسن ما حاجة تيجي بسرعة وتروح بسرعة بس هو ده اللي عايز اقوله يعني ده لو انت او انت مستعجلة طيب خش بقى على المتزوجين المتزوجين من موليد يعني بورج الدلو هو صراحة هيكون فيه شوية مشاكل في شهر مايو ويعني هيكون فيه غضب شوية ولكن فيه حاجة قريتها عجبتني جدا اني دايما موليد الدلو او الدلو يعني ما بيضحيش بسهولة بشريك حياته كلام ليكي وليك يعني هيبقى فيه مشاكل بس مش يحصل حاجة لقد الله يعني تفصل او حاجة يكون فيها طلاق او حاجة يكون فيها انفصال يعني ان شاء الله مش يحصل ده يعني لاني انا مكتوب كده صعب جدا الدلو يضحي بشريك حياته لو انتوا بقى من موليد بورج الدلو وكده وفعلا الكلام ده ينطبق عليكم بكتبولي في الكومنتر فعلا الدلو بيبقى صعب عليه انه يضحي بشريك حياته ولا ممكن يضحي ويبيع عادي ولكن المكتوب زي ما قلت اني هيبقى صعب انه يضحي ومش يحصل ان شاء الله تضحية ولكن المشاكل هتبقى صعبة شوية ولكن هتنتهي والامور هتبقى مستقرة الى حد ما يعني نقدر نقول موجة وهتعدي وربنا يهدي سرر كل بيت واتمنى اتمنى ان التوقع ده بقى بالذات يبقى غلط وما يبقاش في مشاكل وشهر ما هيعدي بهدوء زي ما فيه ابراك تانية شهر ما هيعدي عليها بهدوء اتمنى ان الفيديو يكون عجبكو لو عجبك الفيديو او عجبك تنسوش لعموني بلايك ولو مش مشترك او مشتركة قريب تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوع انا كمان عايز اقول اني بنزل فيديوهات معلومات عامة او بحط على القناة فيديوهات معلومات عامة هسوب لكو لينك الفيديوهات لو انت اقول مرة او انت تشوفوني يعني او تشوفوا الفيديو هسوب لكو لينك الفيديوهات تاخدوا فكرة عن القناة في الوصف تحت شكرا ويليكو اشتركوا في القناة